اكد معاليا السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ان العفو الملكي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يأتي مواصلة لتجسيد قيم التسامح الرفيع والنهج السلمي والنهج السامي في دعم الاستقرار الاسري واتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التلموية الشاملة واشار معاليا الى ان صدور المرسوم الملكي بالعفو الخاص والافراج عن 545 نزيلا من المحكومين في قضايا مختلفة بعد ان قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم وبمناسبة عيد الاضحى المبارك سيدخل الفرحة والسرور في نفوس اهاليهم ويسهم في تعزيز التلاحم الاسري ورعاية الابناء والاهتمام بمستقبلهم معربا معاليا عن بالغ التقدير للجهود المتواصلة التي تبدلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا في تعزيز وترسيخ دولة القانون والمؤسسات وحقوق الانسان وفق منظومة شاملة ومتكاملة اشتركوا في القناة